مرحبا بكم مشاهدين الكرام في جولة جديدة من برنامج كشك الصحافة والذي نطالع فيه أهم وأبرز ما قالته الصحافة اليمنية والعربية الصادرة اليوم والتي تابعت العديد من الموضوعات ونبدأ من المواقع الإخبارية المحلية والبداية من موقع التغيير نت والذي تابع عمليات تفجير المنازل التي تقدم عليها الميليشيا الخوثية في محافظة تعز وقال الموقع إن الميليشيا فجرت نحو 22 منزلا في مديرية صالة منذ بداية الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة في العاشر من شهر إبريل الماضي بينما تعرضت عشرة منازل للتفجير بالألغام والعبوات الناسفة من قبل المسلحين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع الصالح في شهر مايو الماضي في مناطق صالة وحسنات والمكلكل وحي الجحملية شرقية المدينة إضافة إلى تعرض 33 منزلا في أحياء مختلفة من المدينة لتضرر جزئي جراء القصف العشوائي ومن عنوين الموقع رغم الخسائر المتوالية الميليشية تواصل حجة تعزيزاتها قرب الويضاء ولحج وشبوة وإلى موقع دونتايم والذي تابع العديد من الموضوعات وعنوان مقتل مواطن إثرى تبادل إطلاق نار بمحطة وقود في عدن وعنوان آخر الميليشيات تعزز قواتها وسط قصف عنيف على قرى القبيطة بلحج وعنوان مفوضية أممية تدين قصف الحوثيين لأسواق تعز وقالت التفاصيل إن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أدانت بأشد العبارات سلسلة الهجمات الصاروخية وقذائف الهون التي نفذتها ميليشيات الحوثي وصالح الإنقلابية على العديد من المناطق السكنية والأسواق في مدينة تعز وقالت المتحدثة باسم المفوضية إن العديد من الأسواق تعرضت للقصف فيما كانت مكتظة بالناس الذين كانوا يتسوقون قبل شهر رمضان تعرية الوجه الأخلاقي للحوثيين تحت هذا العنوان كتب عارف أبو حاتم مقاله المنشور في المصدر أونلاين وقال الكاتب وكأن اليمنيين في مهمة تعرية الوجه الأخلاقي للجماعة الحوثية كل يوم يسقطون جزءا منه مستفيدين من تقنية العصر التي بأيديهم تكشف زيف أخلاق الحوثيين وتوثقها وتوزعها في مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث فحين تجتمع نسوة من أمهات المختطفين والمختفين قسريا لدى ميليشيا الحوثي ويقفن في عز النهار وسط الشارع وأمام مقرات الجماعة الحوثية ويناشدنهم بلغة حزينة وجزلة وقوية في معانيها أن يطلقوا أولادهن قبيل شهر رمضان ولم يستجب لهم يكون العار قد لحق بالحوثي ورجالاته فضلا عن عار سياسي ناكث للعهد فحسب الاتفاق مع الوفد الحكومي المشاور لهم في الكويت والمبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ وافقوا على إطلاق خمسين في المئة منهم قبيل شهر رمضان وأن يكون بينهم الخمسة المنصوص عليهم في قرار مجلس الأمن ألفين ومائةين وستة عشر ثم تراجعوا وطالبوا بكشوفات موثقة تليها خطة تنفيذية وآلية للإطلاق ومع اقتراب شهر رمضان المبارك اصطدم المواطن اليمني والمجتمع الدولي بموقف الحوثيين المطالب بإطلاق ثلاثة آلاف وسبعمائة وستين شخصا من ميليشياتهم ويدعون أنهم أسرى لدى الجيش الوطني والتحالف العربي موقع يمن مونتر تابع سير المعارك في البيضاء وعنوا مقتل أربعة حوثيين بينهم قيادي بهجوم للمقاومة في محافظة البيضاء ويقول الموقع قتل أربعة من المسلحين الخوثيين بينهم قيادي ميدني في هجوم شنه مقاتلون مقاومة الشعبية في محافظة البيضاء وسط اليمن وقال مصدر النحلي ليمن مونتر أن الأربعة الحوثيين بينهم قيادي قتلوا بهجوم لمسلحي المقاومة على نقطة تفتيش في مديرية ذناعم بمحافظة البيضاء وقال المصدر أن المسلحين الحوثيين قصفوا بالقذاء في مواقع للمقاومة ومنازل المواطنين في المديرية نفسها غير أنه لم يذكر سقوط ضحايا جراء ذلك موقع المصدر أونلاين تابع الأوضاع في جزيرة سقطرة وعنوان وزير يناشد بتسيير رحلات الطيران إلى سقطرة ويقول إن الجزيرة لا تزال محاصرة ومن التفاصيل نقرأ أطلق وزير في الحكوبة اليمنية نداء استغاثة بعد توقف الرحلات الجوية لخطوط اليمنية إلى جزيرة سقطرة الواقعة في المحيط الهندي منذ أشهر وقال وزير الثروة السمكية فهد كفاين في مناشدة إن سكان الجزيرة يعيشون وضعا سيئا وإن العشرات من الحالات المرضية تحتاج إلى السفر خارج البلاد في أقصى سرعة وأوضح نحن بحاجة إلى رحلة إصعافية عاجلة خلال 48 ساعة القادمة قبل تنظيم الرحلات الاعتيادية التي تعمل اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء على تجهيزها الأثرياء الجدد وتجارة الحرب تحت هذا العنوان كتبت بشرى المقطري مقالها المنشور في العرب الجديد وقالت الكاتبة يوما بعد آخر تتضاءل خيارات اليمنيين في الحصول على حياة لائقة ولم تفلح كل جهودهم في التخفيف من تحديات ظروف الحرب القاهرة فيما لا تبالي أطرف الصراع في مكابدتهم كل هذه الأهوال وتتابع بسياساتها العقيمة وصراعاتها الصغيرة إفقار اليمنيين وانتاج مزيد من الأزمات الاقتصادية التي تقضي على أي بادرة آمل عصفت بحياة اليمنيين أزمات اقتصادية مختلفة وخطيرة وحاولوا التكيف مع أثارها الكارثية باعتبارها نتيجة طبيعية للواقع الذي أنتجته حالة الحرب وفشل سلطتي الانقلاب والشرعية في إدارة سياسة اقتصادية تخفف من تداعيات الحرب ولم تطلع بالحد الأدنى بمسؤوليتهما تجاه المواطنين الواقعين تحت سيطرتهما إذ لم تقم سلطة الانقلاب في صنعاء بأي إجراءات اقتصادية للحد من انفلات الأسعار وتشفيف منابع السوق السوداء بل تركزت جهودها على امتصاص موارد الدولة واستخدامها في تسيير عملياتها الحربية في جبهة القتال وكذلك في شراء الولاءات وتغطية تكاليف مهرجاناتها السياسية وإلى الاشتراك نت والذي عنونا ضغوط دولية لتعجيل التسوية في اليمن وحلف الانقلاب يسعى للعرقلة وقال الموقع إن تصريحات المبعوث الأممي إلى اليمن التي كشف خلالها عن اتفاق بين الأطراف اليمنية المشاركة في مشاورات السلام بالكويت على مواضيع محورية حركت حالة اليأس التي خيمت على الشارع اليمني منذ بدء المشاورات ويصف الموقع التفاهمات التي يتم الحديث عنها بأنها ما تزال حبرا على ورق وتحتاج إلى خطة زمنية وخطوات عملية فيما ترتيب تنفيذها لا يزال قيد التفاوض ومن عنوين الموقع اشتراك عمران ينفي المشاركة بالاجتماعات المزعومة والتي عقدت مؤخرا وقال سكرتير أول منظمة الخزب الاشتراكي اليمني بمحافظة عمران ناصر علي جميل لم يحضر أي من الرفاق من منظمة الحزب في عمران ما أعلن عنه في بعض المواقع الإخبارية التابعة لميليشيات صالح والحثي أي من الاجتماعات المزعومة قبل مطالعة أهم ما قالته الصحف العربية الصادرة اليوم نذهب إلى فاصل قصير ابقوا معنا نعود الترخب بكم ونصطحبكم في جولة بين أهم ما قالته الصحف العربية ونبدأ من صحفة القدس العربي والتي تابعت الشأن السياسي اليمني وعلقت مشاورات السلام في أزمة سياسية وقائد عسكري يكشف أن استمرار الحرب هو وسيلة الحسم وذكر مصدر يمني رسمي رفيع أن الوفد الحكومي في مشاورات السلام اليمنية نفذ صبره من المناورات السياسية التي يتلاعب بها الوفد الإنقلابي بشقيه الحوثي وصالح ووضح أن جلسة أمس الأول المشتركة في مشاورات السلام اليمنية التي جمعت الوفدين الحكومي والإنقلابي بعد أيام من تعثر ذلك بددت كل الآمال في جدية الإنقلابيين وسعيهم نحو تحقيق السلام في اليمن وقال المصدر للقدس العربي أن الوفد الإنقلابي جاء لكسب الوقت فقط وإضاعة الفرص الممكنة أمام جهود إحلال السلام في اليمن حيث لم يقدم أي تنازل للدفع بعملية السلام إلى الأمام وأضاف ما زلنا في المربع الأول منذ بداية مشاورات السلام في العشرين من إبريل الماضي بسبب تعنط الوفد الإنقلابي ومناوراته التي تعيدنا إلى نقطة الصفر مع بداية كل جلسة في مشاورات السلام ننتقل إلى صحيفة السياسة الكويتية التي نقلت عن المتحدث باسم محافظة عدن نزار أنور توقعه انتهاء أزمة المشتقة النفطية في عدن خلال اليومين المقبلين بعد وصول المشتقة النفطية وبعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن وقال أنور في تصريح للسياسة إن توجيهات الرئيس عبد الرب منصور هادي قضت بتفريغ سفينة مشتقة النفطية كانت راسية في الميناء وسرعة معالجة مشكلة انقطاع الكهرباء المتكرر ومعالجة مختلف القضايا التي تعاني منها عدن مشيرا إلى أنه تم توقيع اتفاقية مع الإمارات في أبوظبي لإيجاد حل لمعالجة مشكلة الكهرباء في عدن وسيبدأ التنفيذ خلال الأيام المقبلة وتوقع أنور صدور قرارات بإجراء تغييرات لمسؤولي بعض المكاتب الإدارية في عدن وفي محافظات أخرى بينها أبيا ولحج لما يقتضيه واقع الحال والمصلحة العامة استعادة النظام العربي لإنقاذه ليس من باب الحرص عليه بل لتأكيد صحة ما يدعيه بعضها ولا يصدقه حتى بسطاء العرب حول وجود نظام عربي يغطي المجال الذي كان يسمى ذات يوم قوميا وينظم علاقات حكوماته ببعضها ومع شعوبها هل يصح القول بوجود نظام عربي إذا كان الشعب السوري يباد بيد حكومته ودولتين أجنبيتين روسيا وإيران من دون أي رد فعل يتناسب وما يحدث وكانت دولة ملالي طهران تؤكد تصميمها على تقويض وجود العرب السياسي برمته بالعمل على إلحاق بلدانهم بها وإخضائها لمصالحها وخياراتها بينما غزت روسيا بوتين سوريا في ظل صمت قومي مريب واحتلتها بالتنسيق مع إسرائيل بحجة إنقاذ الأسد ونظامه الذي دأب على إطلاق تهديدات خطيرة ضد النظام العربي وأعلن مرات عديدة تصميمه على إزالته من الوجود وإلى صحيفة البيان والتي تابعت الجانب السياسي وعنونت اختدام الخلاف على ترتيب المحاور في مباحثات اليمن تقول التفاصيل أجمعت الأطراف اليمنية في المحادثات الجارية في الكويت على القضايا المحورية مع احتدام الخلاف على الترتيب الزمني للملفات وهو الخلاف المستمر منذ انطلاق المفاوضات قبل نحو ثمانية أسابيع وقال المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أنه ناقش مع رؤساء الوفدين الترتيبات الأمنية وتيسير شؤون الحكومة والإفراج عن السجناء والمعتقلين وبرغم تأكيده الإجماع في الموضوعات المحورية فإن ولد الشيخ أشار إلى خلافات مستمرة متعلقة بالترتيب الزمني للخطوات العملية وفي موضوع متصل أقر مجلس الوزراء اليمني تشكيل وحدة تنفيذية مستقلة لمشروع ترميم وإعادة أعمار المباني المتضررة من الحرب في محافظة عدن وإلى صحيفة الخليج الإماراتية والتي عنونت تصاعد الغضب في ثلاث محافظات جراء انتهاكات الخطيين خلال رمضان وتقول الصحيفة تصاعدت مظاهرات الصخط والغضب الشعبي بالعاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية الأخرى التي ما تزال تخضع لسيطرة الإنقلابيين من ممارسات الخطيين وانتهاكاتهم غير المسبوقة ومن عنوين الصحيفة أحزاب وتنظيمات تناشد أبناء عدن الالتفاف حول الحكومة تقول التفاصيل اعتبرت الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية أن عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن في هذه الظروف يؤكد إصرار القيادة والحكومة للعمل على إعادة بناء المرافق كافة في عدن وبقية المحافظات وتخفيف المعاناة التي يعيشها المواطنون وطالبت في بيان لها الإنقلابيين الخطيين وحليفهم صالح بالالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن وتقدير معاناة شعبنا اليمني واتخاذ خطوة جادة على طريق السلام والأمن بهدف استعادة الدولة ومؤسساتها لتقوم بدورها الوطني ونشدت الأحزاب والتنظيمات السياسية كل أبناء شعبنا اليمني وخاصة أبناء العاصمة المؤقتة عدن الالتفاف حول الحكومة ودعمها للقيام بواجباتها بتعزيز الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات وإعادة البنية التحتية وإلى صحيفة العرب الجديد والتي اهتمت بمحافظة تعز وما تتعرض له منذ أشهر تعز يصوم الأهالي والمدافع لا تصوم وقالت التفاصيل تستمر القذائف في السقوط على أحياء مأهولة بالسكان في مدينة تعز رغم استمرار مشاورات الكويت المباشرة بشأن الأزمة اليمنية والحديث المستمر عن هدنة لوقف إطلاق النار دون جدوى هذا الوضع زاد مشاعر الإحباط عند سكان مدينة تعز بعد تفاؤلهم إثر إعلان الهدنة وتنقل الصحيفة عن أحد المواطنين قوله استبشر سكان تعز خيرا بمشاورات الكويت لتعطيهم فرصة للقروج وقضاء حاجياتهم استعدادا لشهر رمضان لكن شيئا من ذلك لم يحدث ويتابع رغم أن أطراف النزاع يجلسون على طاولة واحدة في الكويت منذ فترة طويلة فإن تعز على ما يبدو خارج الخسبة تماما فالكثيوشا والقذائف تنهمر على الأحياء والأسواق لتقتل المدنيين بينهم أطفال ونساء الديمقراطية للعرب حتى يتوقف نهر الدم تحت هذا العنوان كتب جمال خاشقجي ما قاله المنشور في صحيفة الحياة اللندنية وقال الكاتب الديمقراطية باتت ضرورية لنا معشر العرب حتى نتوقف عن قتل بعضنا البعض ثم نفكر بعدها في استخدامها لتحقيق الحكم الراشد يسري هذا تحديدا على الجمهوريات العربية التي انهارت بعد الربيع العربي وخرجت من منظومة النظام العربي القديم القائم على استبداد العسكري ولم تفلح حتى في العودة إليه على الرغم أنه كان سببا في ثورات 2011 بالتالي تظل الديمقراطية هي المخرج الوحيد الممكن لها للخروج من دائرة الدم التي تعيشها عندما يناقش الغربي حال الديمقراطية عنده فهو مشغول بتوجهات الناخبين الذين انصرفوا نحو اليمين المتشدد ومرشح أهوج يتعارض مع قيمها مثل دونالد ترامب ومعني بانخفاض نسبة المشاركين في الانتخابات وارتفاع نسبة عدم الرضا في البرلمانات لذلك يتفكرون في سبل إعادة إحيائها من جديد لتتوافق مع تحولات العصر وثورة المعلومات والتواصل ولكن العربية في العراق وسوريا وليبيا واليمن يحتاج إلى الديمقراطية فقط حتى يعيش وحتى تتوقف آلة القتل التي تحصد مئات الآلاف من حوله بهذا القدر من الصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختاب حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحفة إلى أن نلقاكم نترككم في أمان الله وحفظه ونتابع معا مجموعة من رسوم الكركاتور ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة